انت شايف القرار ده لا انا شايفه صح بالنسبة للأوليمبي بالنسبة لل مؤمن حتى الفريق الاول مدير فني وطني حتى هذه اللحظة طب مين الاسماء حضرتك حضرتك ما نرجع للتاريخ كروش جه وكان اجنابي والدنيا يمكن قبل كروش ما يحط رجله في مصر كل الدنيا كانتقارف الكروش ماشي هو استراتيجيته مع اتحاد الكورة مجتمع مع اتحاد الكورة كان عنده ثلاثة هداف البطولة العربية البطولة الافريقية الوصول لكاس العالم حق ايه ولا حق هو حق اطفرة في المستوى شوية يمكن البطولة العربية مش اقول عليها هدف البطولة العربية كان عنده مساحة من الوقت يشوف اكبر كامل من اللعيبة وخد لعيبة كدير لكن الهدف كان الكبير قوي كاس العالم الهدف اللي بعديه كان كاس الأمم يمكن ايه ده يوصل في كاس الأمم لاخر مرحلة وكان التدرب الفني كان كويس مش وحش يعني في المجموعات نصعد بشكل كويس ووصلنا لمباراة النهائية بالضربة الجزاء فده يعتبر زي الكوبر لما جه حق الانجازات بالنسبة 100% الاهداف بتاعته لو وصول لكاس العالم ووصول لكاس العالم مش مهم بقى عمل نايل كاس العالم نوصل لكاس العالم هو حق هدف الوصول ده بالنسبة للدول الصغيرة حاجة كبيرة جداً طب تروح تروح تلات مربس طبعاً اتنين حيديهم معاً التليفون او كده فانت رأيك هل يعود كيروش همت عندهم قناعة يعني هو عندهم قناعة ده انا هنا بتكلم على مصلحة الكرة وحضرتك كمدير فني يعني ومدرب كبير انت رأيك كيروش في المرحلة القادمة لا انا من رأيك لا وانا رأيك لا هو كيروش كلموه بعد ما خلص البطولة مفروض كان جاي هو هم اللي رفضوه مش هو اللي رفض بعد البطولة الافريقية اه بعد ما خرجنا من كاس العالم هو اللي رفض هم اللي رفضوا مش هو اللي رفض فهو معتقدش يردى يرجع تاني معتقدش يعني